بتفاؤل حذر يعلق الكويتيون آمالهم على مجلسهم الجديد في تحقيق تطلعاتهم نحو الاستقرار والبناء مجلس يستمد جل هويته من المجلس المنحل تسيطر فيه القبلية والتيارات السياسية الدينية ملينا من الصراعات الشخصية ملينا من هذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان مرت علينا سنوات ولا انتبهوا للبلد ولا حال البلد واقف كل شي واقف يعني ما بيتكلم وايد كل الناس تشوف النتائج الانتخابات التي جاءت هي امتداد للنتائج السابقة المجلس الماضي كان مجلس متعاون مع الحكومة يمكن كان هناك بعض النقاط الخلاف لكن كانت انجازات كبيرة وسجل تعاون على أرض الواقع فان شاء الله المسيرة أو المجلس القادم يكمل مسيرة المجلس الماضي المطالب الشعبية من المجلس الجديد تنوعت ما بين الحاجة لاستقرار سياسي واهتمام بمستوى معيشة المواطن والله تغيير زين يعني احنا اللي نشوف التغيير اللي صار زين واهد بس كلنا احنا نبيه اكثر يعني خاصة ان ناس في ناس قبل رجعوا يعني كانوا قبل ما دشوا المجالس داشين قبل ورجعوا مرة ثانية للمجلس احنا تمنعنا يصير كلهم غير وان شاء الله احنا نقول نتفاعل خير بالحكومة والمجلس وان شاء الله يصير تعاون ما بين الطرفين خاصة انا اقول بين المجلس اول شيء دائما لا يصير في تصادم من المجلس عساس ان السفينة تمشي وان شاء الله يصير توافق ما بين الاثنين ان شاء الله لمصلحة الوطن والمواطن شريحة اخرى من المواطنين تطالب النواب الجدد بالتركيز اكثر على القضايا الشعبية والنهوض بالوطن بعيدا عن الصراعات والاجندات السياسية امال معلقة اليوم اكثر من اي وقت مضى على الحكمة في ادارة الملف التشريعي والابتعاد عن القضايا الجدلية وان تكون اولويات العمل القادم هي مد يد التعاون راشد العيد العربية الكويت لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير الاخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة